موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الإخوة المؤمنون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلاً منكم في هذا اللقاء الكريم في بيت من بيوت الله تحيط بنا فيه الملائكة وتنغشان الرحمة ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص وأن يجعل كلماتنا خالصة اليواجه في عقالة شديدة أيها الإخوة ننتقل نحن دلوقتي أدينا الطواف وأدينا السعي هندخل في مناسك الحق مناسك الحق أنت بقى في الحالة المحرم بيبقى أنواع إذا كنت أنت عامل إحرام متمتع يعني حج وعمرة ولما جيت تلبس ملابس الإحرام قلت لبيك بحج وعمرة يبقى أنت بعد ما تخلص الطواف والسعي تقص شعرك شوية أو تقصر وتغير ملابس الإحرام المتمتع اللي هو ناوي لتنين وتغير ملابس الإحرام بالكامل وتلبس المخيط تلبس جلبية تلبس اللي يعجبك ويحل لك كل شيء في الحالة لما يجي وقت الحج اللي هو يوم وقت النفرة اللي هو يوم تمانية من ذي الحجة تعيد ملابس الإحرام تاني إذا كنت قارن القارن ما بيغيرش بقى بيفضل لبس ملابس الإحرام من ساعة ما بيطلع من بنده لغاية ما يخلص ملابس الحج المفرد مفرد بيقول بحج بس بيدخل على طول ما يبتديش هيل بسم ملابس الإحرام إلا لما ييجي يوم تمانية عسى أن يطلع إلى مين في يوم تمانية بيسموه يوم النفرة أو يوم التروية يوم النفرة بنطلع يوم تمانية وطبعا المطوفين هناك يا إخوان عارفين كل حال انتوا ما تتعلموش نفسكم هو ساعة ما ييجي ليه وقت الخروج بيقول لك جاهز نفسك وفيك السيارات تاخدك وتتوكل على الله يعني المطوف عارف المناسك بالتفصيل بتطلع على مين ما بتطلع على مين بتبايد ليلة في مين اللي هو يوم التروية وبعدين تصبح بقى مع طلوع الشمس تتجه إلى عرفات ده الأفضل وهكذا حج رسول الله بعض المطوفين بيستعجل ويطلع من مكة على عرف على طول برضو ده جايز يا إخوان بقول لسادة المشاهدين ده جايز وده جايز ومراعاة للظروف والزحمة اللي بتبقى هناك ده جايز وده جايز فبتطلع على مين بتصبح الساعة تسعة تتوكل على الله على العرفات وفيه المطوفين جاهزين والسكة بتبقى موجودة والحقيقة المرور هناك بيبقى منظم جدا بشكل دقيق دقيق بتوصل عرفة بتوصل إلى عرفة بتجد هناك الخيام بتاعتك موجودة وبتجد هناك مسجد يسمى مسجد نمرة بتصلي فيه الظهر والعصر جمعا وقصرا امام واحد بيصلي بالناس كلها جمعا وقصرا يصلي الظهر وبعدين يصلي العصر وبعدين تبتدي تقف في عرفة عرفة كلها موقف اي حتة تقف في عرفة انت قط الحق وعرفة بعض الاخوة قلت لها لازم اطلع على جبل عرفة جايز لا بأس بس برضو ما تزحمش حد برضو ما تضرش الناس في السكة برضو ما تقزيش حد اطلع بالخصوء وبخضوع وبالتلبية لله تبارك وتعالى طلعت عرفة داخل عرفة نعم مسجد نمرة مسجد نمرة داخل عرفة داخل عرفة الموقف هناك بيبقى كله في عرفة إلا حتة معينة سما بطن عرنة ما تقبش فيه عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة ومنصوه والمطاوفين عارفين ده كله بدأ بيقودين ما تعملش الخيمة بتاعتك في حد بره عرفة أبدا بس أنا بتكلم على اللي هيقول لك لازم اطلع الجبل ممكن تطلع الجبل طلعت الجبل من غير ما تقزي حد لا بأس ادعي بيه ماشي لأنك انت في اللحظة دي لحظة القبول ولحظة الوقفة بين يدي الله تبارك وتعالى بنسميها يوم الوقفة وقفة عرفة وفي وقفة عرفة بقى انت هناك محرم عليك الصيام العاد احنا اللي مش بنحج بنصوم يوم عرفة وده من الصيام المقبول جميل جدا اللي الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني ينبه ويوصي بالصيام وقفت في عرفة وصليت ودعيت ولبيت يا بختك اسأل الله تبارك وتعالى كل ما تحب كل ما يخطر على بالك اسأل الله باللغة العربية باللغة غير العربية بدعاء مكتوب مش مكتوب بس يكون الكلام خارج من قلب خالص لله تبارك وتعالى خلصنا وإحنا قبل كده مصليين الظهر والعصر جمعنا وقصرا فإحنا عندنا بعد الوقت لغاية المغرب قضيين معلنش حاجة مصليين قبل كده اقعد استثمر هذا الوقت في الدعاء وما تنساش الوالدين إن كانوا أحياء ما تنساش الوالدين إن كانوا متقلين إلى رحاب الله ما تنساش كل من تحب أن تدعو له بالإخلاص والتوفيق كل ما يخطر على بالك سأل الله فأنت مستجاب في هذه الحالة ليه الحق تبارك وتعالى في الحديث القلسي يقول اطلع الله تبارك وتعالى على أهل عرف الناس الحجاج فبهى بهم الملائكة فقال انظروا يا ملائكتي أتوني شعصا غبرا يرجونا رحمتي ويخافونا يا عذاب اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت له فرصة العمر عشان كده بيسميها حجة العمر أو رحلة العمر إن الله تبارك وتعالى يتجلى عليك ويغفر لك وانت موجود وبعدين عند غروب الشمس لازم الشمس تغرب والمطوفين عارفين كده يؤذن بالرحيل خلاص نبتد ننزل بقى رحلة العودة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قعد المغرب صلى المغرب هناك ورحل بعد غروب الشمس لازم لأن شرط الوقوف بعرف أن يكون فيه جزء من الليل وقفين تبنهار ولازم ناخد سويا من الليل أي بعد غروب الشمس تقف برضو من بعد غروب الشمس تنزل بقى قدامك محطات أول محطة بيعمدك بتسميها مزدلفة في مزدلفة الحجاج المطوفين عارفين بين الزلوك بتأخذ الحصايات بتاع الجمار الحصايات اللي حترمي بها الجمار والحصايات عددها يا تسعة واربعين يا سبعين وحقول ليه حصة صغيرة مشتوب كبير يا دوب قد حبت الفول في أحسن الأحوال قد حبت الفول لأن في بعض الناس بيأخذ غطو وقد تيجي في دماغ واحد تعمل مشكلة وحصل وححكي لكم بتنزل على مزدلفة بتصلي المغرب والعشة جمع تأخير لأنك انت مصليش في المغرب هناك وبتأخذ الحصايات ويستحب المبيت في مزدلفة إذا كان الوقت يسمح المطوف بستعجل أو كده بينزلك بتنزل على المشعر الحرام بدعو بتدعو وتصلي فيه واتنك نازل لغاية بتوصل إلى ميناء وإحنا ماشيين بنتقابلنا جمرة العقبة الأولى بنرمي جمرة العقبة إذا رميناها في الحالة دي يبقى عملنا التحلل الأول ولذلك في اليوم ده بنرمي سبع حصايات بس كل رمية جمرة عقبة بسبع حصايات عد معاية ليلة العين بترمي سبع وما فيش غيرها توح نازل أو ترجع إلى ميناء فضل معاية من التسعة واربعين اتنين واربعين برميهم على دفعتين واحد وعشرين وواحد وعشرين كل واحد وعشرين في يوم اللي هما تاني يوم يوم حداشر وثالث يوم يوم اتناشر برمي كل الجمارات الجمارات الثلاثة العقبة والوسطى والصغرة اذا كنت هقعد الليلة الثلاثة في ميناء يبقى لازم يكون معاية واحد وعشرين كمان يبقوا سبعين القرآن بيقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه المنتقى ده جايز وده جايز حسب ظروفك وحسب المطوف اللي بيشتغل معك بنربي جاملات العقبة وننزل بقى انطوف طواف الإفاضة ده في غاية الأهمية التحلل التاني بقى للمفرد والتحلل التاني للمتمتع طواف الإفاضة فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين بنطوف طواف الإفاضة حوالين الكعبة إذا طفنا طواف الإفاضة يحل لنا كل شيء كل ما كان محرما حتى معاشرة النساء كل ما كان محرما قبل طواف الإفاضة أصبح خلاص حق جيت والحق يكتبني انتهى هذا وأصبحت أنت من الحجاج المقبولين عند الله تبارك وتعالى بعد كده إذا حبيت تقعد في نظام لازم تقعد فترة وبعدين لما تيجي تمشي الطوف طواف سمى طواف الوداع وطواف الوداع صرته أنك إنت لم تطوف طواف الوداع تطلع على العربية على طول لا تشتري تاني ولا تقعد في نفسك تعملوا يعملوا قبل كده لكن مدوم تطواف الوداع يبقى آخر عهدك ببيت الله الوداع لبيت الله الحرام وهنا أسأل الله تبارك وتعالى لكل الإخوة الذين يعتزمون أداء الفرضة هذا العام أسأل الله لهم حقا مبرورا وسعيا مشكورا وأسألهم جميعا إذا تذكروني أن يدعو الله لي بظاهر الغيب وأن يسأل الله أن يرزقنا الإخلاص إنه سميع مجيب الدعوات حق مبرور وذنب مغفور وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته موسيقى 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 المترجم للقناة